العالم محمد بن موسى الخوارزمي الجزء الأول دخلت بلاد فارسة في الإسلام وأصبحت جزءا من الدولة العظمى الإسلامية ومن هذه البلاد خرج الكثير من العلماء المسلمين كعالمنا الذي ينتسب إلى مدينة خوارزم إحدى مدن بلاد فارس إنه محمد بن موسى الخوارزمي أشهر علماء الرياضيات في العالم هيا يا محمد لابد أن ننتهي لنلحق بالقافلة سريعا أنا أكثر منك حرصا يا أبي على اللحق بالقافلة فكم حلمت بالسفر إلى بغداد هناك سأنطلق محلقا في سماء العلم حرصق على طلب العلم هو أحد الأسباب التي جعلتني أفكر جديا في أن ننتقل للإقامة في بغداد إضافة إلى أن فرص العمل هناك أفضل من الفرص المتاحة في هذه المدينة الصغيرة محمد يا محمد هل أخذت مالا من السرة التي كانت على الطاولة؟ لا يا أمي ما الأمر؟ كانت السرة تحوي مائة وخمسين دينارا واشتريت طعاما ليكفينا في السفر بخمسة وأربعين دينارا والآن لا أجد في السرة سوى تسعين دينارا فقط هذا يعني أن هناك خمسة عشر دينارا فقدت نعم لحظة واحدة لقد اشتريت طعاما بخمسة وأربعين دينارا ثم دفعنا للحمال دينارين ليوصل ما اشتريناه إلى المنزل وثلاثة دنانير اشترينا بها جوالا لنملأه بالطعام أنا سيتي ما زلنا نفقد عشرة دنانير أليست هذه أجرة سفرنا مع القافلة؟ نعم تذكرت أخذتها دون أن أبلغك يا أم محمد أخبرني بعد ذلك كي لا أعتقد أنني أنا التي أضعتها كيف عرفت يا محمد بهذا الأمر؟ أم لم أعرف فكرت في الأمور التي أنفقنا فيها المال وقمت بحساباتي لأتوصل إلى هذه النتيجة المنطقية ذكي أنت ذكي يا محمد ستكون فرصتك في بغداد أفضل بالفعل لم يضع الخوارزمي وقتا فمنذ لحظة وصوله إلى بغداد بدأ في تحصيل العلم ويوما بعد يوم كانت ثقافته تزداد ومداركه تتسع لقد أوشكت على الانتهاء من كل ما كتبه العلماء اليونانيون عن الحساب والرياضيات هل لا أجريت لي اختبارا أخيرا يا معلمي؟ وفيما تريدني أن أختبرك؟ في المعادلات الديوفانتوسية معادلات العالم اليوناني ديوفانتوس؟ وهل اطلعت على ما كتبه في الحساب والجبر؟ نعم فبعد أن أنهي درسي عندك أنطلق إلى معلم آخر يعلمني ما كتبه ديوفانتوس فقط كيف يمكن أن أكون مهتما بالجبر والحساب؟ ولا أطلع على إنجازاتي أول من ألف في هذا العلم؟ حسنا سأكتب لك معادلة وأتمنى أن تستطيع حلها هيا هيا يمكنك أن تبدأ حسنا تفضل يا سيدي رائع رائع إجابتك صحيحة فعلا لم أكن أتصور أنك ستبرع في هذا الفرع من العلم إلى هذه الدرجة أبشرك يا محمد واضح أنك ستفوق أساتذتك خبرتي تجعلني أتوقع هذا لو لم يكن لي أساتذة لما تفوقت يجب أن نرجع الفضل لأصحابه يا سيدي بارك الله فيك وفي علمك يا محمد وفي بغداد كانت هناك فرصة أخرى في انتظار الخوارزمي لينهل من نبع المعرفة حتى يرتوي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا أيها الشاب المجتهد أصبحت تعرفني جيدا يا سيدي لا أستحق أن أكون مسؤولا عن مكتبة ضخمة كبيت الحكمة ولا ألاحظ من يتردد على المكتبة باستمرار مثلك ما اسمك أيها الشاب؟ محمد محمد بن موسى الخوارزمي آه من خوارزم عظيم عظيم وما العظيم في هذا؟ ما دمت قد تكبت عناء السفر والقدوم إلى هنا ومع الوضع في الاعتبار ترددك الدائم والمنتظم على بيت الحكمة فإنني أستطيع أن أتنبأ بأنك ستكون طالب علم متميز لم تصبح علما ذا شأن شكرا 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 لك يا سيدي كثيرا ما سمعت مثل هذا الكلام الجميل ولكن المهم هو أن لا يدخل هذا الكلام على نفس الغرور أو لطمئنان بل أن أشعر أن ثقة من حولي فيه هي مسؤولية كبيرة رائعة كلام حكيم فعلا لا أريد أن أعطلك أكثر من هذا تفضل يا محمد تفضل انطلق محمد يقرأ في كل ما يريد من علوم وأصبح من أشهر رواد بيت الحكمة ومع الوقت بدأ يكتب رسائله في الجبر والحساب تلك الرسائل التي زادت من شهرته حتى وصل اسمه إلى بلاط الخليفة المأمون أنت إذن محمد النبخوة الرزمي نعم يا مولاي سمعت عنك كثيرا كلما طيبا وكلما سيئا يهمني سماع السيء أولا يا مولاي لعلي أخطأت ولم ينبهني أحد أو أن أحدا أساء الظن بي فينبغي أن أدافع عن نفسي لا سأبدأ بالكلام الحسن تفضل يا مولاي بلغني أنك على صغر سنك قد برعت في علم الحساب والرياضيات والجبر وأنجزت ما لم ينجزه أحد من قبلك خاصة وقد اطلعت على معارف العلماء اليونانيين والهنود وإنجازاتهم في هذا العلم الحمد لله إنما هذا بتوفيق الله وبلغني أيضا وهذا هو السيء أنك تفترض نظريات في الجبر تخالف بها طرق الحساب المألوفة وكثير من علماء الحساب يعيبون عليك هذا اسمح لي إذن أن أدافع عن نفسي يا مولاي تفضل كان الإنسان يتعامل قديما بالمقايضة من يملك الإبل يعطي ناقة لمن يملك الطعام ليشتري منه ومن يملك الطعام يعطي طعاما لمن يملك الصوف مقابل أخذ بعض الصوف وهكذا ثم ظهرت النقود فسهلت على الناس التعامل في البيع والشراء وما علاقة هذا بما أخبرتك به عن رأي علماء الرياضيات في نظرياتك إنه الأمر نفسه يا مولاي كيف؟ من المؤكد أن ما حدث مع بداية ظهور النقود أن بعض الناس رأوا أنه أمر سيء وظلوا متمسكين بعادتهم في المقايضة ورفضوا التعامل بالنقود ولكن إما أنهم استسلموا في نهاية الأمر أو أن أجيالا جاءت من بعدهم ولم يعودوا يقايدون البضائع في ظل انتشار التعامل بالنقود لم أفهم بعد ما العلاقة بين الأمرين هناك دائما يا مولاي من هم ضد أي فكرة حديثة ويرون أن التمسك بكل ما في الماضي أسلم وأأمن إنهم يخافون من الجديد لمجرد أنه جديد أنا رجل علم يا مولاي وأعرف قيمة ما أقول وأنه قد يؤذي الناس لو لم يكن صحيحا فالناس يثقون فيما يقوله العلماء ولكنني متأكد مما أقول ولا أصرح به إلا بعد تجارب كثيرة أنت منظم جدا في أفكارك وردودك أنا عالم رياضيات يا سيدي وإن لم أكن منظم الفكر ومرتب التفكير لما نجحت في الاستمرار في علم كهذا إذن لقد كنت محقا فيما كنت أريد فعل خيرا يا مولاي يا أخوارزمي ستتولى رئاسة بيت الحكمة ماذا؟ نعم أنت أفضل من رأيت لهذا المنصب حتى الآن وأظن أن عقلية كعقليتك هي الأجدر بالاستفادة مما ستجده في خزانة الخاصة من كتب شكرا يا مولاي شكرا لهذه الثقة الغالية وثق الخليفة المأمون بالخوارزمي ومنحه حق الإطلاع على الكتب الموجودة في خزانته واستفاد الخوارزمي من هذه الكتب استفادة عظيمة وكما نبغ في الرياضيات فقد أتقن علم الجغرافيا وعلوم الفلك وأحاط بعلم التاريخ إضافة إلى إحاطته السابقة بالمعارف اليونانية والهندية مما جعل ثقة الخليفة به تزداد جاهز نفسك للسفر يا خوارزمي إلى أين يا مولاي أريد أن أرسل بعثات استكشافية إلى عدة دول من التي دخلت تحت جناح الدولة حديثا نحن لا نعرف الكثير عن هذه الشعوب وأنت أكثر شخص أطمئن إلى أنه سيفيدنا إن ذهب وراء تلك البلاد ولا تنكر أنك ستستفيد أيضا من رحلة كهذه بالطبع يا مولاي إنها فرصة رائعة فرصة لا تتكرر كثيرا حسنا ستنطلق في الصباح الباكة اذهب وخذ قصة من الراحة الحمد لله الحمد لله أثبت الخوارزمي أن الإنسان كلما ازداد علما ازداد رغبة في الاستزادة من العلم فهل يا ترى ستفيده هذه الرحلات حقا وما الذي سيضيفه الخوارزمي للعلم وكيف سيفيد الناس بعلمه ترجمة نانسي قنقر